جوزي بيخلني مع ست مسنة فوق التمانين سنة أنا مداي عمر ستة وعشرين سنة متجاوزة من ست سنين عاطف جوزي عنده تلاتين سنة ومعنا طفلين والحمد لله جوزي محترموا على خلق بس الحال مش قد كده زي أنا زي كتير من الشباب المتجاوزين قريب لحد ما وصل بي الحال لنقوله يا عاطف أنا هشتغل وساعدك عشان نحسن دخلنا رد علي عاطف وقال لي ده مش هيحصل طول ما نعايش أنا هجيب تاكسي بالاست وهشتغل وإن شاء الله الأمور هتتحسن وفعلا عاطف جابت تاكسي بس بالعكس الحالة متعدلتش الاست كان كبير جدا فده أثر على مصروف البيت أكتر فاكترحت على عاطف إنه اشتغل لحد ما الاست بتاع التاكسي يخلص وفعلا عاطف اقتنع خصوصا إن حماتي سكنة جنبنا يعني هتراعي ولادته لفترة الشغل بتاعي ومش الحال والحمد لله ولقيت شغلي قريب من سكني كنت بأشتغل من الساعة تمانية الصبح ألجع الساعة أربعة العصر وعدت السنين وقست التاكسي خلص وعاطف قال لي كده الحمد لله داخلنا هيكفينا وبلاشت تبادل في الشغل بيتك وولادك أولى بيكي وربنا يقدرني وعوادك على أيام الشغل اللي تعبت فيها وفعلا أعدت من الشغل وحياتي ارتحت والحمد لله بس بعد كم شهر لحظت حاجة غريبة على العاطف كان متعود أنه الساعة تسعة وعشرة بالكتير يكون في البيت إلا أيامه ليلة جدا إذا جلوا مشواره واتأخر فيه بس الموضوع زاد عن حده جدا وقررت أسأله ولقيته بيقول لي عندي شغل هكون بروح فين يعني وكل مرة كان بيطيب خطر بكلمتين وخلاص وحاول أعد الموضوع بس ما كنتش مرتاحة لحد ما قررت أقول لحماتي واستكلها منه بس ردها صدمني ولقيتها بتقول لي بكل هدوء يا بنتي أعاطف محترم وعارف ربنا هيكون يعني بيروح فين ما بيستغل عصا تقدروا تتصرفوا على عيالكم ردت عليها وقلت لها يا ماما هو أنا بقولك إنه هو مش محترم أنا عاوز أعرف بيتأخر فين ردت علي وقالت لي يا منال سيبي ويدعيله ربنا يعينه على اللي بيأخره ردت علي باستغرب وقلت لها اللي هو إيه بقى أنا عاوز أعرف هو دحقي بس حماتي سكتت وما ردتش علي وطبعا ده زود حرتي وكبر الموضوع أكتر في دماغي وفي يوم روحت البيت أهلي زيارة الكل لحظ علي أني متغيرة وازدعل ما كانش بيفرقني حتى أبويا بعد ما روحت اتصل بيا وقال لي مالك يا بنتي لسه شي لهم إيه ردت علي وقلت له ما فيش يا باب أنا كويسة والولاد بخير الحمد لله ما اكتنعش بكلامي وقدام إصراره قلت له عاطف يا بابا بيتأخر كتير برا وبقاله فترة وده غريب جدا على طبعه رد علي وقال لي يا بنتي هو بيشتغل عشان بيته وولاده وعلاج أمه وقلت له يا بابا هو قلت له عمره بيرجأ الساعة تسعة أو عشرة بالكتير والأغرب بقى إنه طور رمضان مفترش معانا غير يوم أو يومين وبيرجع يدو بيلحق يتصحر وفي أغلب الأوقات يقول لي معلش اتصحروا انتو أنا اتصحرت برا الغريب إنه ماما كلمتني بعد ما بابا قفل معايا وقالت لي يا رأبو لو أنا شكة في حاجة بس الغريب إنه اقتنعت جدا بكلامها وفعلا قررت أرأبو على قد مقدر وبعد كام يوم لاحظت إنه بيوقف التاكسي في المكان ده كل يوم فسألت ست بتبع خضار وقلت لها يا حجة هي العربية دي بتوصل حد هنا قالت لي معرفش والله يا بنتي بس بتقف هنا كتير بقى اللي ناس قريبوا في المكان ده وسألتها على عنوان الشقة واطلعت وخبطت على الباب وشفت اللي كنت بدع طول الطريق إنه ما يطلعش هو لما خبطت شفت جوزي هو اللي فتح ولسه هسرخ لقيته بيقول بكل هدوء خش يا مناي بصرت له بصدمة وما كنتش بنطق بكلمة شدني لجوه وقفل الباب وفجأة سمعت صوت ستة كبيرة جاية من جوه وبتقول له مين يا عاطف اللي جه والغريب إنه جوزي بيقول لها دي منال مراطي لقيتها بتقوله بفرحة بجد خليها تدخل ده أنا كان نفسة تعرف عليها وكملت كلامها وقالت له مش تقول إنها جاية رد عليها عاطف بسبات غريب وقال لها أنا ما كنتش عرف بس تتعاوض إن شاء الله كل الحوار ده وأنا تقريبا من الصدمة حاسة إني بحلم بس لما فتح لي عاطف قط الست اتصدمت أكتر من الأول شفت ستة كبيرة فقدة البصر ورجليها الاتنين مقطوعين وقعد على السرير بصت لجوهزي وجال انهيار بقيت عيط عياط هستيري أنا إزاي الشيطاني عمقاني وخلانا شك في جوزي ووصلني إن كنت أخرب بيتي بإيدي من غير مفكر بصت لعاطف وقبل منطق حرف لقيته بيقول لي أعودي معاها شوية على ما كمل تجهيز الأكل ونظف الشقة ونروح سوا ما كنتش عارف أرد عليه ولنطق بحرف أعدت مع الحجة أمينة ولقيتها بترفع إيديها وكبت دور عليها مسكت إيديها وقعدت على السرير جنبها ولقيتها بتقول لي كان نفسة تعرف عليك من زمان بص عاطف كان بيقول لي لما ربنا يؤمر يا أمي وقلت لها أنا معرفش يا حجة أن عاطف يعرف خضراتك ردت علي وقالت لي يا بنتي أنا أرمالة من أربعين سنة وكان معايا ولد ربيته واشتغلت عشان أصرف عليه ولما كبر لقيته بيقول لي يا أمه أنا سافر إيطاليا تهريب رفضت وبقيت أقول له لأ بس هو ركب دماغه وسبني ومشي وعدت الأيام ونبسأل كل اللي يعرفه عليه محدش ريحني بقيت عايت لي النهار لما نظري راح وهو بقى له أكتر من خمستاشر سنة ما يعرفش عني حاجة ولا عرف عنه حاجة وبقيت أبيع منديل واصرف على نفسي وعلى السكن اللي عايش فيه وفي يوم يا بنتي جالي السكر وتعبت والدكاترة قاله أنه لازم يحصل بتر الرجلي واردد بقضاء لو قدره بس ما عدتش قادر أشتغل والأجرة كترت علي كم شهر وصاحب العمرة قال لي سيبي الشقة ورماني في الشارع أعدت كم يوم لحد ما في يوم سمعت صوت عربية وقفت قدامي ونزل منها شاب وسألني مالك يا أمي حكيت له اللي حصل واسمعته بيعيط قلت له يا ابني بلاشتش الهمي وروح أنت أشوف شغلك بس هو رفض قلت لها مين يا حاجة الشاب ده ردت علي وقالت لي عاطف جوزك عاطف جوزك يا حبيبتي ساعتها فرحت جدا بجوزي وكملت كلامه وقالت لي بعد كم ساعة رجع لي عاطف وقال لي أومي أنا لقيتلك مكان تعاضفي وقلت له يا ابن أنا مش هعرف أدفع السكن قال لي خليها على الله يا أمي ومن يومها يا حبيبتي وهو ربنا يبارك فيه ويحفظه بيجي الصبح بدري يفطرني ويديني العلاج ويمشي وآخر النهار يجي يعشيني وينظف للشقة ويديني العلاج ويمشي بدعيله في كل صلاة إن ربنا يدي له الصحة ويرزقه خلصت كلامها ولقيت عاطف داخل بصنية الأكل وبيقول لها يلا عشان تتعشي وتاخذي العلاج وفعلا قعد يأكلها بإيده ودخل الصنية وجاب لها فوطة وغسل لها ديها ودها العلاج وأخد العلاء بالفضية بتاعت العلاج وقال لها إن شاء الله عجيلك من بدري يا أمي ولقيته بيقول لي يلا يا حبيبتي عشان ولدنا وقمت مشيت معاه وأنا مش قادرة أرفع عيني في عينه وفدل اتكلم طول الطريق ويقول لي أكيد عايزة تسأليني وتعبيني ليه ما قلت الكيش بس أنا ما قلت الكيش عشان دي حاجة تخصها سكوتي خلاي يكمل ويقول لي بصراحة كنت معتبيرها طريقي للجنة وكت عاوز أخافز على السر ده بيني وبين ربي ما كنتش برد عليه خالص وأول ما دخلنا الشقة لقيت حماتي بتضحك وبتقول لي مش قلتلك ابني محترم وعارف ربنا استغرفت وقلت لها أنت كنت عارفة قالتلي الصراحة آه وعاطف قال لي من يومها بس كم حلفني ما قلش بصيت لجوزي وقلت له إيدي على إيدك أنت مش هتدخل الجنة لوحدك ضحك وقال لي وماله ندخلها مع بعض ومن يومها وبقيت أساعد معاه وقوم أطبخ بدري عشان عاطف ياخد أكلها وهو ماشي وبقيت أروح لها أنا يوم وهو يوم أساعدها تستحمى ونظف الشقة ليها وهي ما كنتش بتبطل دعا لي أنا وجوزي والحمد لله إحنا في نعمة ويمكن دعا هو السبب في النعمة اللي بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله فعلا ما نقص ماله من صدقة على فكرة ممكن صدقتك ما تبقاش بس بالفلوس ممكن تكون من وقتك من مجهودك من علمك من شغلك الصدقات لها أنواع كتير لو قدرت تتوفر أي نوع من أنواعها أعرف أنك ضمنتل جدا موسيقى